ولعلكم تستذكرون قصة شيخ الإسلام سلطان العلماء العز بن عبد السلام رضوان الله عليه وكان يوم عيد والصالح عيوب السلطان المملوكي خرج في يوم عيده محفوضا محشودا في زينته وعبهته وهلمانه وسلطانه فوقف شيخ الإسلام فوق القلعة وقال له يا فلان باسمه باسمه لم يقول له يا سلطان يا فلان فزح الناس من الذي يناد على السلطان باسمه فإذا هو الشيخ الشيخ الفقير البسيط العز بن عبد السلام ماذا أنت مجيب ربك يوم القيامة إذا سألك عن المعاصي والفواحش والخمور التي تباع في ملكك ذهل السلطان قال يا سيدي من أيام أبي قال إذن أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمه لو ألقيت بإبرة تسمع طنتها حبست الأنفاس من رهبة الموقف ما هذه الجراءة؟ كيف تجترع على سلطان مصر أنت؟ وكانوا سلاطين فيهم معسف وظلم أيضا عدن قتل الإنسان من أسهل ما يكون كانوا للأسف بعد ذلك العلماء وبعض تلميذ الشيخ سألوه يا مولانا كيف تجاسرت على أن تواجهه بهذا؟ قالوا الله أنا علمت أنه لا ينجيني من الله تبارك وتعالى إلا أن أواجهه فلما رأيته في زينته وجنده هبته ما مخيف هذا؟ ما مرعب؟ ما هي كلام؟ قال فتذكرت الله تبارك وتعالى والله رأيته كالقط قال حين تذكرت عظمت الله الله الآن ناظر إلي وإليه وإلى جنده كل شيء تصغر قال في نظري كلمة كارث لله طبعا ليس للناس أبدا ولا ليدخل التاريخ أو يذكر في التاريخ أبدا كانت لله ولعله قدر أنه يفقد رأسه من جرائها لكنه ما تردد هو هذا فأنت حين تتكلم دائما حاول أن تستحضر عظمة الله وكأنك في حضرته لا إله إلا هو ولتقريب المثل تقريب المعنى بمثل حاول وتوهم أنك في حضرت سلطان عظيم أو رجل صالح كبير من أهل الله لمن جمعوا العلم والصلاح والولاية كيف تتكلم في حضرته في أي شأن كان دينياً أم دنيوياً تتكلم بصوت خفيض وبأدب وتتخير ألفاظك تماماً تكسو معانيك أحسن ألفاظها عليك كذلك حتى لا تزن ولا يظن فيك بأنك جاوزت عدود الأدب واللياقة وتوجز وتتكلم بما لا يؤخذ عليك فيقال إنك أي كذبت أو أثمت أو أو بالغت أو كذا إلى آخره وهذا في حضرة بشر يظل بشراً أي أن كان هذا الصالح أو الملك كيف في حضرة رب البشر لا إله إلا هو اللهم أدبنا بهذا الأدب وخلقنا بهذا الخلق وخذوا هذا واجعلوه على ذكر منكم دائماً قل حين أتكلم أو حين أصمت حين أفعل وحين أترك سأفعل كل هذا كأنني فعلاً في حضرة الله انتبه وإياك أن تخلط تقول سأفعل هذا لكي يقال عني أننا الرجل الذي إياك تعود إلى الشرك إياك افعل هذا لله على فكرة نحن المبتدئون نحن مبتدئون ونحن المبتدئين في هذه السبيل لا يليق بنا في معظم الأحوال إلا الصمت لأن نياتنا تلتوي علينا وتتفلت كلما أردنا أن نتكلم بكلمة حق علمنا أننا ما أردنا بها وجه الله فينبغى أن نصمت إذن ممنوع أن نجعلها إلا لله لا أن تندلق السوتون وتندلع في السرائه والضراء والليل والنهار والخلائي والملأ نتكلم بحجة أننا أمارون نهاءون أبدا أمثالنا لا يليق بهم إلا الصمت في معظم الحالات لأن قصودهم ونياتهم تلتوي عليهم اللهم ارجوكنا القصد الحسن والني المشحرة الممحوضة لك يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم أمثالنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر